جماعة الحوثي الانقلابية تعود للحديث عن الخيارات الاستراتيجية في أحدث رسائل وعيد مواجهة للتحالف منذ إعلانها من جانب واحد عن مبادرة للتهديئة مع الرياض منتصف سبتمبر أيلول المنصر التصريحات هذه المرة جاءت على لسان محمد ناصر العاطفي المسؤول عن الدفاع في سلطة الأمر الواقع بصنعاء الذي أطلق سلسلة من الادعاءات والتهديدات الموجهة لأكثر من طرف ومن أهم ما جاء فيها أن جماعته استكملت كل جوانب البناء التي تؤهلها لشن هجوماً استراتيجياً شامل يشل قدرات العدو على حد وصفه وبحسب هذه الادعاءات فإن الصناعة العسكرية لجماعته الانقلابية تمضي في سباق مع الزمن إلى درجة مذهلة ومستوى لا يقارن وتتقدم عن الآخرين بعشرات السنين وبخبرات وكوادر فنية محلية خالصة اللافت فيما نقل عن العاطفي في هذه التصريحات أن قوات جماعته متزال عند وعيدها فيما يخص الإمارات وأنشطتها التأمرية التي يتم رصدها عن كثب حد تعبيره تركز هذا القيادي على الإمارات يرسل عدة إشارات بشأن طبيعة الدور الإماراتي الذي تحاول تصريحات كهذه إبقاءه مؤثراً بل وتظهر الإمارات المنسحبة عسكرياً من اليمن في صدارة المواجهة مع الجماعة الانقلابية رغم التقارب الإماراتي الواضح مع طهران الداعم الرئيس للجماعة الانقلابية في صنعاء يأتي ذلك فيما غابت الرياض عن تصريحات العاطفي الذي اكتفى باتهام دول التحالف بعدم المصداقية فيما يخص السلام وبالتحذير من أن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي إلى جانب التحذير الموجه للسودان بسرعة سحب قواته من اليمن قبل فوات الأوان ويرى مراقبون بأن تصريحات القياد الحوثي تعكس مخاوف الجماعة الحوثية من تعثر قد يعطي المباحثات الأبواب المغلقة التي تجريها مع الجانب السعودي عن بلوغ أهدافها وتمثل كذلك أحدث نسخة من الرسائل التي توجهها طهران في سياق المواجهة التي تخوضها على خلفية تصعيد الراهن في الإقليم والأزمة المتفاقمة الناجمة عن أنشطتها النومية بحسب هؤلاء المراقبين أثبتت مجريات الأحداث خلال الفترة الماضية أن إيران وليس الجماعة الحوثية على أهبة الاستعداد لتنفيذ التهديدات التي تصدر عن صنعاء حيث يجري ذلك بعيدا عن أية سيطرة ميدانية أو تقنية للحوتيين على غرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت حيوية في العنق السعودي طيلة الفترة الماضية وتبين فيما بعد أن إيران هي من يقف وراءها وليس الحوثيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر